هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وللمزيد معنا على الهواء مباشرة من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود انقل لنا الشورة لديك وآخر المساعدات التي تتوالى لدعم الأشقاء الفلسطينيين على مطار العريش نعم إيمان بعد التحية في ظل تدهر الأوضاع في قطاع غزة يكون الحاجة إلى المساعدات الإنسانية يكون بشكل متزايد ولهذا السبب تعمل مصر وتواصل على إصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مسارات عديدة منها مطار العريش الدولية العسكرية الذي لازال يستقبل كل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لازالت الطائرات تهبط حتى اليوم هبطت أربع طائرات في مطار العريش نتحدث عن طائرة أردنية على متنها 13 طن من المساعدات من الملابس ومن المواد الجذائية بالإضافة إلى طائرة روسية على متنها 18 طن من المستلزمات الطبية بالإضافة إلى طائرة من كينيا على متنها 38 طن من المواد الإغاثية وأخرى من بلجيكا على متنها 52 طن من المساعدات الجذائية والأدوات الطبية بالطبع هناك مجهود كبير يقوم به الهلال الأحمر المصري من خلال تواجده سواء في مطار القاهرة من حيث فرز هذه المساعدات وأيضا وجودها في المخزن الاستراتيجي أو المركز اللوجستي للهلال الأحمر في مدينة العريش الذي يحوي على عدد كبير من المساعدات التي تأتي من هذه الدول وتأتي أيضا من مصر تمهيدا بالطبع لإيصالها إلى معبر رفح لإدخال هذه المساعدات وهذا مصار آخر ونقطة أخرى تعمل من خلالها مصر على إيصال العديد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع جزة حيث دخل اليوم من خلال معبر رفح 96 شاحنة نتحدث عن أن هذه الشاحنات تدخل من بوابة معبر رفح تتوجه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة ليتم تفتيش هذه الشاحنات ثم دخولها إلى المنطقة المحايدة تمهيدا إلى التعاون الذي يتم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني وبالطبع بالتعاون مع الأمم المتحدة والإنروا لإيصال هذه المساعدات لقطاع جزة بالإضافة إلى أنه أصبح يوميا يتم دخول عدد من الشاحنات ست شاحنات للوقود تدخل إلى قطاع جزة نتحدث عن أربع شاحنات للسولار وشاحنتين للجاز بالإضافة أيضا إلى المجهود الكبير الذي تقدمه مصر فيما يتعلق بتقديم الخدمة العلاجية للمصابين واستقبال الجرحة والمصابين لم يتوقف معبر رفح لحظة عن استقبال الجرحة والمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم فيما يتعلق اليوم وصل 21 مصاب عبر معبر رفح يقدم لهم الكشف أو الحجر الصحي داخل المعبر ثم يتوجهون إلى النقاط الطبية أو المستشفيات التي تم تحديدها في محافظة شمال سيناء أو حتى في محافظات القناة بالإضافة أيضا إلى استمرار توافد مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية نتحدث عن أنه أكثر من 200 وافد وصل اليوم من خلال معبر رفح بالإضافة إلى ما زالت المساعدات مستمرة لإصالها إلى معبر رفح أشكرك جزيلا من العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية